وسط حضور أسري لافت أسعد الملتقى العائلي جماهيره بطريقة امتزجت فيها فرحة المشاركين والجمهور مع غرص المفاهيم والقيم العمانية الملتقى الذي أقامه نادي دبا الرياضي الثقافي وبالتعاون مع بلدية دبا ضمن برامجه الثقافية للمجتمع جمع بين كافة العناصر الترفيهية الثقافية مستهدفا مختلف الأعمار بشرائح المجتمع خصوصا الأطفال والعوائل نشجع على مثل هذا ونشكر نادي دبا على إقامة مثل هذه الفعاليات الترفيهية والثقافية المميزة اجتمل الملتقى على معرض لحرف يدوية وأدوات قديمة كانت تستخدم في الحياة اليومية عرضت لتذكر كبار السن ببعض مفردات الحياة التي عاشوها وتعرف أبناء الجيل الحالي بتراث ماضيهم العريق هنا مطبخ مفتوح يمثل عرضا حيا لطريقة طبخ بعض المأكولات التي ارتبطت مسمياتها بالمجتمع العماني تذكر الزائرة بمناسبات بعينها كشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات هذه الزاوية استغلت كمنفذ تسويقي لبعض منتجات الحرف اليدوية والتعرف عليها أما الأطفال فلهم ما يسعدهم من مسابقات علمية وترفيهية ومرسم لاكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية بالإضافة إلى ألعاب تعتمد على خفة اليد الحقيقة أنا أول مرة أتواجد في مسرحية نعرض مسرحية في ولاية دبا ومحافظة مسندم وهذا لي الفخر أن نكون أنا وفرقتي نقدم مسرحية اسمها أبو عابد في الغابة هذه المسرحية اللي لاقت نجاح الحقيقة في دولة الإمارات واليوم إن شاء الله نحن في سلطنة عمان أن نقدم هذا العمل الرائع العمل التربوي عمل جميل إن شاء الله بيشوفون بيستمتعون معنا الجمهور صراحة الأطفال كل يوم مستنصين على الهدايا وعلى هذه الأشياء وختم الملتقى بعرض مسرحي للتوعية بقيم التعامل الأخلاقية الحميدة وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والاهتمام بها